بحث وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بالعاصمة عدن مع السيد رئيس التنفيذ لشركة فالار الامريكية المعنية بتنفيذ مشروع تعزيز أمن الطيران المدني بمطار عدن الدولي السيد جبرائيل أوشهر سير تنفيذ المشروع بمطار عدن وأكد وزير النقل إن منحة المشروع فرصة مهمة نطمح أن تحقق نتائج نهائية للجدول الفني والأمن والكفاءة للمطار وهيئة الطيران موضحا إن الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني طالبت إضافة بند في المشروع لتوفير الأجهزة والمعدات التي تضمن الاستفادة من منحة وتعزيز نتاح المشروع في حسين البنية التحتية لمطار عدن الدولي مبديا استعداد الحكومة والوزارة للتعاون وتقديم التسهيلات وتدليل كل الصعوبات بما يقفل إنجاح المشروع وإنجازه في أقرب مدة ممكنة ترجمة نانسي قنقر